موسيقى وقال إن بعد تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم وعد الشعب بمشروع يتناول الإصلاح والتغيير في جوانب عدة منها السياسية والاقتصادية والجوانب الاجتماعية وغيرها وبالتالي عندنا أمرين الحكومة تواجهها في البرنامج القبول وبالتالي يعني ثقة والتنفيذ وبالتالي يعني مصداقية وأضاف في لقاء مفتوح استضافته فيه جمعية الصحفيين البحرينية أنه على المستوى الاقتصادي وعد جلالته بخطة كلف بها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة وبناء على هذا تم إنجاز رؤية البحرين 2030 التي تعتبر بالنسبة للحكومة خارطة الطريق وهي العمود الفقري لأي برنامج عمل حكومة فهي لا تعبر عن حكومة معينة ولكن عن رؤية مجتمع البحرين دورنا احنا كقطاع تجاري احنا نرحب المزيد من اللقاءات ويالوزراء والمشاركة في اعطاء الرأي لهم لأن كمواطن وكشخص مسؤول في عمل ونحب أن حكومتنا تنجح في مشاريعها لأن هذه يخدم مصلحة كل المواطنين أشار المطوع إلى المصادر التي يستقي منها برنامج عمل الحكومة وهي خطاب جلالة الملك المفدى للحكومة الذي يعبر من خلاله عن تطلعات جلالته وتوجهاته للمرحلة المقبلة ثم يأتي الأمر الثاني من قناعات ورؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والتي تمثل جزءا من خطة البرنامج وكيفية توصيل البرنامج للمواطن وقد اعتبر المطوع أن الصحافة تأتي كأول بند في البرنامج حيث تعتبر المرآة الحقيقية للحكومة ثم التواصل الاجتماعي وقياس الرأي العام لذلك كان الصحفيين اليوم حضورهم وتعطشهم للأسئلة لأستاذ سعادة الأستاذ محمد المطوع هو عطى اليوم لمجلس نوع من الحيوية الأكثر لأن هذا اللي يتكلم فيه محمد أستاذ محمد المطوع كلام كان جدا واضح وطلال عن برنامج الحكومي وقال سعادته أن البرنامج القادم يضم ورش عمل لكل الوزارات والجهات المعنية ويتم الخروج بمبادرات وتتم دراستها ليتشكل شيئا فشيئا برنامج عمل الحكومة المقبل